نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء رشوان نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأمريكية الكبرى بالدعاء أن مصر قد تدولت مع جانب الإسرائيلي حول خطته للاكتياح المزمع لرفع وأكد رشوان الموقف المصري تابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاكتياح الذي سيؤدي إلى مدابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع تضاف إلى معانا منه شعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال مئتي يوم من العدوان الإسرائيلي الدموية كما أوضح أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي منذ طرحه لفكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفع بسبب هذه الخسائر المتوقعة فضلا عما سيتبعها من تدعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها اشتركوا في القناة